فوزارة التموين بتقول إنها تعقدت على شراء 250 ألف طن سكر خام هيصلوا إلى مصر خلال 3 شهور من دلوقتي يعني إحنا إذا كان إنت عندك شك في إنه السكر مش كفاية فإحنا بعون الله خلال 3 شهر القادمين هيبقى عندك إيه؟ يعني 250 ألف طن سكر ودي برضو معناها الحقيقة تبقى حلوة يعني هل حياة بتاعت المصريين بكميات السكر الرهيبة دي الحياة تبقى حلوة لأ هذا النظام بذلك الوزير ورئيس وزراءه ورئيس جمهوريته والرئيس الروسي يقدروا بسهولة جدا يخلوا الحياة مش حلوة كل هذا السكر في مصر والحياة طعمها مرار برضو لإنه السكر يغير في كباية شاي تحطوا على شوية لامون فيبقى يعملك لاموناتا شوية مية بسكر شوية مية بسكر ولمون يعملك لاموناتا كده يعني لكن طبيعة الحياة وطريقة تعاملنا كباية قدمين مع الحياة في مصر صعب بقى مهما تحط أطنان من السكر على هذه الحياة مش هتحلوه ليه؟ لأن الحياة بتحلوه بيه حاجات تانية السكر مش من مكوناتها الرئيسية زي مثلا الحرية الحرية دي من الحاجات اللي بتخليك تحس بحلاوة الحياة بدون سكر بحلاوة الحياة وسعادة العالم وتحس العالم ما يفتحه قدامك وان عندك طاقة عايزة عايزة تجري في العالم ده تشتغل وترزق وتبزل مجهود وتفتح أفق قدامك تتعلم حاجة جديدة تعمل رياضة تتجوز تحب تروح تلعب بنج بونج تتفرج على بلاي ستيشن يعني الطاقة الإيجابية هتفتح في عقلك آلاف الأفكار عشان طاقة الحرية دي طاقة ما بتتشرعاش مش هينفع نطلب من أستاذ وزير التموين يروح يشتريننا 250 ألف طن حرية لكن ينفع ينفع مثلا رئيس الجمهورية مثلا يمضي النهار ده كان 5 إبريل العيد مثلا يوم 9 إبريل ينفع رئيس الجمهورية مثلا يمضي قرار قرار واحد سطر واحد بالإفراج عن كل المعتقلين اللي كملوا أكتر من سنتين ونص أو أكتر من سنتين في الحبس الاحتياطي فتلاقي مثلا في مثلا 10 ألف 15 ألف 20 ألف أسرة فجأة حسد بإحساس الحرية ده من غير ما تبعد تجيب أطنان من الحرية من أي بلد وتدفع ولا دولار واحد يعني هو رئيس الجمهورية يرفت فتح الألم هيمضي خلص الموضوع ولا أطنان سكر وتبقى فيه ناس هتبقى حياتها هتشعر بعيد مختلف وهتشعر بيه حياة مختلفة وهتشعر بإنه آه فيه إمكانيات وطقات مفتوحة ونستطيع بكل ما نقدر إن إحنا نبص القدام والسكر ييجي برضه يعني ما فيش مانع لكن طبعا فيه ارتفاع في أسعار الكحك والبسكوت رغم إن الحكومة دي قالت نعم سيطرة على كل شيء وإنها يعني هتقدر لكن الحكومة اللي فيها قوات المسلحة بتنتج كحك وبتنتج بسكوت وبتنتج بتيفور شوص الكحكاية إيه إيه سر الكحكاية دي خلينا أحكي لك ها سيت الكل إذا كنت إنتي كحكاية يعني عملتي أول كحكاية وحسيت إنها شققت منك بقولك بقى ها خبراء بقى أول ما تفر أول كحكاية وتلاقيها شققت منك هترجع تزويدي زيب ده بقى أوسان ليه الكحكي يحب زبدة والسمن واللي إنتي عملتها دي وشققت رجعيها برضو وكمليها في العجن عادي طب يا حاجة انت معند كيس زبدة ولا سمنة ما تعملش بالزيت هتحمى على القلب وهيبقى طعمها مش اللي إنتي عايزها فمتعملاش أصلا طب بص بص الكحكاية بص بتدوب بقى ده بيدوب بقى وبتاعه طب إحنا هنقدر نوصل للكحكاية دي الكحكاية دي تمناها غالي بقى حاجة دي الكحكاية اللي بتدوب دي دخلة في الألف جنيه والألفين جنيه وبتاعه وفيها ملبة لجوه وسكر بره وأنا بقى أحكيلك على كلام بقى أنت عارفية وأنت يا أستاذ عشان برضو المادام ايه ما تعملش مخاطرة طب أنت فاكر ان المطبخ مملكة المرأة وبتاع سيبكم الكلام ده الكلام ده كان زمان المطبخ دلقتي مملكتنا كلنا لأنه واحدة من أسباب خساراتنا كلنا فأنت يا أستاذ لو المادام قالت لك أنا هعمل كيلو دقيق ومعاه كيلو سمنة قول لها ما تعملش كحكا مش عايزينه كيلو كيلو دقيق عايز له على الأقل كيلو ونص سمنة لكنين كيلو سمنة عشان يطلع بالكواليتي اللي انت شايفه قدامك ده يا ست بكل غير كده على ايه ويعب بقى والعائل تزعل والراجل يزعل والفلوس تضيع ليه لو مش هنعرف نعمل بالمستوى ده ما نحملش ماله جيبشها معدين ولا بسكوت بتاعه ولا اي حاجة ما فيش داعي يعني ما فيش داعي ها اعملي قرص اعملها بفطيرة مش هلتتها اي حاجة يعني ما هو يعني لا هو يعني التقاليد في مصر بتنهر في كل حاجة فيعني حبك الكحك والبوتيفور اكبر ادماك يا شيخ اكبر ادماك فعشان كده بقى انت لازم تفهمي الخبر انا بقولولك ده لازم تفهمي برضو الراجل صاحب المحل ليه مغلى الاسعار هو عشان اديك الكواليتي والخمات اللي هي بتدوب في البقى دي كحكالي بتدوب في البقى دي دي حاجة يعني انتاج مصري عظيم انا بقول دايما ان احنا لو عملنا الكحك في مواسم عادية زي بقية الاخوة العرب وخصوصا الاخوة السوريين اللي احنا لازم ننفسهم جدا في موضوع الكحك وما بعملوا حاجة اسمها المعمول انا في رأي المعمول ده حلم لكن الكحك المصر ابو مالبل ابو مالبل ده لو نزل الاسواق العالمية بشكل دائم هيكسر الدنيا هيعمل ترند احنا مشكلتنا ان احنا ايه موسميين بنعمله في عيد واحد بس هو البسبوسة يعني دول مجالين نخش فيهم ضد الاخوة الاطراق نكسب ضد الاخوة السوريين اللي نقعدهم في البيت نقفلهم المحلات على طول الاخوة السوريين طبعا فوق قاعدين مش عاجبهم الكلام اه بص بتادي تكلملي في السماعة هو بتادي اه طبعا نكسب افتح لي محل قد كده كوشك قد التراويزة دي جنب اكبر محل سوري او توركي حلويات هبيع بسبوسة او كحك العيد ابو مالبل وابو عجوة هيقفلوا ديني شهرين هقفلوا ليه ايه بقى سر بقى سر الهي وطبعا المصريين دول شعب قديم ماشي خلاص يبقى الراجع قالك ان نعمل انت شوارمه خلاص حل احنا سيبونا الحلو بقى طلع انتم منه واشتغل انتم في الشوارمه احنا مش بس الشوارمه برضه عشان احنا نجي نشتري منكم لازم لها عنصرين لازم يبقى فيه مسالة الطحينة حلوة ولازم تحطلنا بقدونس في الشوارمه مجر كده من نشتريش احنا الشوارمه ما فقاش الكلام ده اه والكايزر الصغير ده برضه عشان ده مهم بس فاحنا ايه عندنا قدره على المنافسه حاجة يعني انت اصدار تفتحي مصنع صغير تعملك احكي طوله السنة لكن هل بقى احنا المصريين نسمع الكلام بقى ونخش في المنافسه العالميه ونبيع بقى حاجات بره لعيد لا مفيش حد كانت كل محلات الحلوات عملك كده لكن امنا في البسبوسه كبير ان شاء الله طيب الشوكولاتات لو انت ناوي ان شاء الله تزور حد في العيد ناوي ان شاء الله تزور حد في العيد وقررت مثلا عنده عياله اللي بتاع تجيب شوية شوكولاتة وانت دخل عليهم شوية اوريو شوية كاتبوري ناوي تدي العيال في العيد بدل ما تدي عدية وقررت تعمل زكي وتقول لا انا مش هدي عدية انا اجيب العيد شوكولاتة وبتاع ما تضيعش مجهودك ووقتك الشوكولاتة غليت وادي اهو ارتفاع سعر شوكولاتة كاتبوري اوريو في الاسوق المحلية بداية من اليوم والاسعارح دخلة بقى ايه السبعة وとتجولنا بقى ب BorД 7 جنيه فالموضوع ايه الشوكولاتة المورو 17 جريم برضو ب Louisiana المورو 43 جريم ب12 جنيه الشوكولاتة بالبندق اه اسف diye 34 جريم ب12 جنيه فهة يعني ايه حاجة تغم حاجة تغم طبعا اذا كنا بقى اتكلمنا عن الشوكولاتة والملبل وكده فاحنا عندنا بقى عندنا بقى وعد وعد جاي من اخر رمضان ودنا داخلين هو على ايه على او رمضان ايه الوعد يا جماعة رئيس الوزراء بنفسه مر الوحد ومر الحموصاني قال انه احنا هنحافظ على سعر الدجاجة والبيضة وقال ان كارتونة البيضة هتبقى بمية خمسة واربين جنيه والدجاجة باي حال من الاحوال لان يزيد سعرها عن خمسة وتسعين جنيه النهار دا الدجاجة اتحركت شوية وخرجت من خمسة وتسعين في الكيلو ودخلت في المية اه دي اسعار الدواج البيضة من خمسة وتسعين لمية للمستهلك اه طبعا انت ففهمنيش يعني انه انت هتلاقي راجل يقولك لا انا هبيعه بخمسة وتسعين او انا بيعه بخمسة وتسعين لا يعني هو ده السعر يعني فانت طبعا هتلاقي ممكن هامش ربح نيلون بقى يقولك اصلا انا مش عارف ايه فتح في العيد كلام اللي انتوا عارفينه ده فانت اقل حاجة هتبقى بمية في تحارف خمسة جنيه عن وعد السيد رئيس الوزرة اللي هو طبعا انتوا عارفين هو اصلا اللي هو يملك ولا هو ده بيوعد كده في الهوى يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقادي كلام كتير جدا عن بقى قد ايه احنا عندنا منشآت متعلقه باسعار الدواجن وفيه كلام عن اسعار البط البط طبعا قالك قالك البط وطبعا الكلام ده لا يصدق بقى يعني حتى لو التزم بيو رئيس الوزراء قالك كيلو البط هيبقى مية جنيه من مية الى مية و تلاتين جنيه طب ده كلام ما حدش تدقوا يا جماعة فيعني ايه كتاكيت وبط وبتاع كارتونة البيض اللي رئيس الوزراء شخصيا تعهد انها لان تزيد عن مية خمسة واربعين جنيه نقطة عشرين جنيه مرة احدى وزادت كارتونة البيض بقى فيه اسعار من مية خمسة وخمسين ليه مية خمسة وستين طب ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل خلى انه الكارتونة اللي رئيس الوزراء وعد بانها سعرها مش هزيد باي حال من الاحوال عن مية خمسة واربعين جنيه هل مثلا الحمصاني من اسمه كده بيشجع الدجاج عالتمرد عشان اكيد الدجاج بيحب الحمص لكن لا انا اقدر اكدولك ان كل الاختيارات اللي انا سابقه دي كلها غالبا مش منطقية الشيء المنطقية الوحيد والامر الوحيد اللي له علاقه بيه يعني ايه سياسه انه رئيس الوزراء ده لو كان احسن رئيس وزراء في العالم واسكى رئيس وزراء في العالم ما هو الحمد لله لا دي ولا دي لا يمكن يحط اسعار ثابتة لسوق متغير وانا قلت على هذه الترابيزة الجميلة والله اللي عجباني جدا ونفسي نكمل بها بقيت برمجنا بتبقاش فرمضان بس يعني قلت انه الف بيه سياسه مفيش سياسي عائل في الدنيا يقدر يسبت متغير وانه السوق حر حتى ولو حولت الدولة قمع هذا السوق وانه فيه استحالة فيه استحالة انه الدولة ايا كان قوتها وعنفوانها وقدرتها على القمع والضرب والحبس والسحل او حتى الرشوة تقدر تساطر على السوق وانه هزيمة هذا النظام الاساسية هي غروره غروره الكبير هذا النظام غروره غرورا كبيرا جدا وجهله بالسياسة همش فيها مش لعبته انت لو انا بشتغل مع الناس دي وجابوا لي خبر رئيس الوزراء بتاعه لا على رقابتي ما نزلوش ما يتنشرش ازاي بتاقول تقعد الناس بحاجة مش تادي تعملها ازاي تجيلك واحد بقى زي احمد ساميح ولا قناة الشرق وتقولك ده انت قلت من اسبوع والسعر النهاردة بقى كذا ويتحقوا عليك ويدحقوا الناس عليك فاحنا ودبناش غيرنا احنا نعمل ايه نضحك الناس عليك انت اللي بدينا الفرصة بصراحة يعني انت الراجل يعني سقع زبون يعني زبون رزقة يعني دي رزقة هذه رزقة طلع الراجل ولم عن النضارة وقالك وبتاع وهنسيطر الاسعار وهنقزل الاسعار معرفش قال الاسعار قالك هنصبت الاسعار اقف هات المباحث تقف على دماغ كل فرخة لو بغضة البيضة تمن الكارتونة نزل على 145 جنيه هاتموه كل فراخ طب ما هاتموه كل فراخ هتظل الكارتونة بتتغير بناء على السعر اللي بيتحقق على قال يضمن ها مش ربح ولو واحد في المية للرجل اللي شغلان الشغلان دي كلها وجاب لبواغزة من فلوسه واخد قروض واخد فلوس قريبه وقف بحاول يعني يعمل حاجة لنفسه والعيال بالحلال فانت لو جبت كل الجيوش العالم وقفت على دماغ الالف مزرعة دول عشان تثبت السعر مش هتعرف تثبت السعر اذا قرارات تثبيت السعر قرارات فشلة وتزيد من فشل هذا النظام وهذا الرئيس الوزراء وهذه الدولة فشلا على فشل ده من قوائل قرارات الفشل اللي بتحضر معانا من العشر سنين اللي فاتوا للست سنين اللي جايين طب تعال نشوف السمك طبعا احنا في العيد الصغير ده يا جماعة مصريين برضو في فسيخ كيلو فسيخ لقيته بخمسمائة جنيه كيلو فسيخ ايه بخمسمائة جنيه ليه بقى ليه يا فسخاني هتنكد على المصريين كيلو الفسيخ بخمسمائة جنيه طب هقولك ليه كيلو الفسيخ بخمسمائة جنيه شوفي يا باشا شوفي يا حجة شوفي يا اخواتنا كيلو البوري اللي بتعني منه الفسيخ بيبدأ من 125 ل 165 طبعا على حسب نوع الكواليتي بقى تعرف بقى ايه البورياء اللي فيها صفار دي بتبقى أحلى البورياء الكبيرة في البورياء البحري وفي البورياء بقى المزارع وكده يعني فيه كلام كتير قوي في البوري ده لكن الكيلو اقل كيلو يعني 125 جنيه طب كيف ستعبر الام المصريه ازمة الفسيخ وانها هتعمل الفسيخ ما قده مكيش حل كتير غير انك تجيبلك سمكتين بوري يعطعه كيلو وتجيب ملح بحر وتدوري على الطريقة على الانترنت بتتلاقي خمسين الف طريقة ونضيف او اعملي شوية سردين بس وتلاقي بقى البرسعادية دول عندهم دارس بقى في السردين بقى وتخليلي السردين ازاي وبتاع وكل موجوده على اليوتيوب فيه ست كريمة اصيله جميله الله يمسيها بكل خير اسمها ماما الحجة قناعه على اليوتيوب مش مشهوره انا عايزه اشارك ماما الحجة دي مفيش بعون الله اكله مصريه مش عاملاها وحطالك فيها كل الالعاب اللي تخلي حياتك سعيده بسعر معقول والفسيخة بالخمسمائة ده خلاص يا جماعة بقى انتو عارفين يعني ما يعني فيه ناس هتقدر وفيه الاغلبها مش تقدر لكن انا متوقع مثلا فيه ناس فحبش الفسيخ تقولك هتلينا سمك طب ازكا اجيبلك سمك ازاي لما السمك البولتي نفس تمن تقريبا نفس تمن الفرخ كيلو الفرخ يعني 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 نفس كتمن كيلو الفرخ بقى هو نفس كتمن كيلو البولتي وده حاجة يعني من اللي هي عجاق بالزمن عجاق بالزمن يعني يعني وزا كنا احنا بقى ايه كده طب انا بقى هكمل لكم ودي على فكرة دفعة دفعة الزيادات الرمضانية دي الجرز التاني من رمضان ده بدأت بدفعة زيادة الوقود طبعا وبتاع دي مش دفعة الاخيرة برضو عشان بعد العيد عندنا دفعة تانية برضو بعد العيد احنا عندنا دفعة تانية واحتمال يبقى عندنا تحريك تاني للدولار احتمال ضعيف بس ممكن فالبيبسي زادت والسجار زادت ما انت مش معقولها تشتر ببيبسي مجرد مش شاب سجارة او مش معقولها تشتر بسجارة او يعني او مش شابش سجارة تفكر تجيب لك حاجة ساعة او بيبسي فانت طبعا تقدر تعمل مقاطعة للكنين طبعا انصحك بالمقاطعة خصوان السجار بصحتها يعني مش كويسة للصحة لكن يعني ايه عندنا مشهد كده عرضي عرضي بعرض السوق المصري كله بغلوف الاسعار لكن في حاجة ماينفعش تغلى الاسعار فيها باي حال من الاحوال ودي بقى اللي هي الدولة بتسميها السياسات والمواد الاستراتيجية زي ايه زي لبن الاطفال ده ايه انفع يغلى؟ ينفع كل حاجة تانية في الدنيا تغلى ينفع الكبار دول ما يكلوش خالص ينفع نعمل صيام بالغصب بس ماينفعش بقى ايه حال من الاحوال في الدولة بالتبداع انها دولة مش اقولك محترمة غنية فقيرة يعني دولة يعني فيها باب وحيطة فيها ناس بتلبس رسمي في ناس عارفين ان دول بوليس او جيش او قضاء تغلى لبن الاطفال بالشكل الرهيب اللي احنا بشايفينه ده وانا بكلمكم هنا على يعني ايه مأساحها ايه تعالوا نشوف الانفو جراف ده مع بعض ونشوف مع بعض القصة بتاعت لبن الاطفال دي هتروح بين الفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسبعين قرش وده جملة يعني سيب حضراتك بقى من رئيس الوزره ها والحمصاني والكده يعني ايه بص قادي رئيس الوزره هو يشدد برضه عشان راجل ايه برضه لازم يحس انه بيشتغل على الاقل على مستوى الاعلام يعني لازم يده للاعلامين حاجة يشتغلوا بيها برضه يا جماعة فرئيس الوزره بص الخبر بقى بص الخبر قوي جدا 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 بس مش حقيقي كده بكله يقولك رئيس الوزراء يشدد على ضرورة وجود موجة انخفاضات اخرى في الاسعار بعد العيد دهب يعني يعني مثلا هل الاسعار مثلا يعني مثلا هل في حاجة منعكوا انتو تعملوا الموجة دي في رمضان هل في مشكلة في رمضان يعني مثلا الدولة تاخد اجازة او حاجة ولا عشان شهر تعبده مش حابين تدايق الناس وكده اصل الموجة اللي اللي ما نجحتش يعني القرارات اللي ما نجحتش ورئيس الوزراء رجحش في تخفض الاسعار قبل رمضان هينجح في رمضان ما نجحش في رمضان فهينجح بعد العيد طب ليه مش في العيد حتى عدل المحلات اللي بتقفل اكبر فتقدر تسيطر اكتر فانت ايه انت فاهم انت نظرية ايه انا الشرع اللي بعده اصبر بس البيت اللي بعده اصبر بس الحرى اللي بعدها اصبر بس كده فانت بعد اللي هيقولك ايه ولن نسمح بزيادة الاسعار وفي موجة تخفيضات في الاسعار هتيجي امتى يا عم رئيس الوزراء هتيجي بعد مثلا عيد العماء واحماية لح اولا لا قوت الا بالله مش انت حذلك قلت في رمضان وقبل رمضان وبعد العيد انا عالش ما احنا بنحاول نخفض الاسعار اهو ده القصة يا جماعة ده رئيسه زرقكو يا جماعة الاسبة استاذ ناشا تديه تحدث انه خطاب الرئيس عم فتاح السيسي في يوم تنصيبه هيشمل عدد من القرات والراجل قال انه فيه تغيير في السياسات والفلسفة بتاعت الحكم في الدولة الجديدة ويبقى فيه تغيير في الوزراء وفي رؤساء الوزراء وفيش حاجة تغيرت خالص 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 هل يا جماعة هم بيقولوا معلومات للاستاذ احمد موسى وللاستاذ نشأة تديه غلط اصلا اولاستاذ نشأة تديه يعني دي معلومه بصراحة مش هينفع جبه من دماغه يعني ينفع يقولك مثلا واتوقع بعد خطاب الرئيس عم فتاح السيسي بانه هتنفرج اسرير الشعب ويحس بتغيير اه مين هيروح يسأل مئة مليون حسب بتغيير بعد خطاب الرئيس ولا اذا كان حد اصلا شاف في الخطاب غيرنا يعني كناس اعلامين وشغالين في الموضوع وكده وبالتالي ينفع اقول ايه من عندي بقى جامد لكن لما قول ان في تغيير ورؤساء وزراء ووزراء وسياسات وفلسفة في الحق دي هذه المعلومات يا جماعة الرجل اللي هتحدث عن رئيس جمهورية مرشوس مثلا تحدث عن رئيس جمهورية مصر العربية وهو راجل مؤيد في لحظة تاريخية جاي الرئيس بعد الفترة التانية وفشل طبعا في الفترتين الاولى والتانية عمل تعديل دستوري علشان يمسك الفترة التالتة والرابح ست سنين في ست ستين فهيبقى معاك نشر سنه حلوين خلص الفين ستة وتلاتين حبايب 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 طبعا سيدة يا برئيس عندنا مثلا حاجة وثمانين سنة بس دي ما مش موضوع هيفرق معنا كتير لان احنا يعني القصة دي ما بتعارفين موضوع يعني مش اكيد الرئيس بيأكل كحكي عيد طعمه حلم وفي زبدة وسمنا زيادة وبالتالي مسألة السن دي مش مستبقى مسألة معوقة او يعني خصوصا اخطابات الرئيس اصلا وهو لأتي محدش بيفهمها فما بقى لك يعني اللي بيبقى عندك نشر 80 سنة حان محدش هيعول قوي عن الرئيس قال ايه وما قالش ايه وخصوصا ان انت في 12 سنة جايين دول متوقع ان عدد المصريين اللي هيحاولوا يسيبوا البلد ويمشوا لانه في شي حاجة تغير خالص يعني خالص يعني هيبقى بالملايين فالله هيعودوا يا كبار السنة والأطفال الصغير فانت ده المشهد يعني بحاول اخدك في قلة الزمن واذهب بك بعيدا سياسة رئيس الوزراء ايه لان يا ربنا ارحمنا منه يعني طبعا اخصب بهذه الرحمة انه يخرج من منصبه مش يخرج من الدنيا طبعا يعني ايه بتاعت ربنا دي خروج من الدنيا دي بتاعت ربنا ولا اتمنىها لأحد ابدا فرئيس الوزراء ده يخرج من منصبه ايه لان يخرج من منصبه هزلي كل شوي يقولك ايه النصبه الخمسين متر جيهن في تغفيد في الأسعار التلاتة وخمسين متر الجيهن السبعة وخمسين متر ونص السبعة وخمسين متر ونص الجيهن فيه تغفيد في الاسعار فيه قادم في الاسعار في سعر مثلا مثلا ايه لحمة الراس اللي هي حاجة مش كل الناس بتاكلها يعني فتروحت دورت لايه اه دا فيه فعلا خمسة جنيه اقل مثلا في لحمة الراس طبعا مش هيحصل لكن يعني لو قررت تغير وتحب لحمة الراس فهو الرجل هيكده سياسيته ماضحة وبسيطة اضحك عالشعب الشعب بينسل لكن السؤال الاهم اللي هو الناس كلها بتسأله في الحقيقة على تويتر تحديدا يعني وبتقوله هو بالنسبة لعودة انقطاع الكهرباء مش انتم مفروض احنا خلاص بطرنا انقطاع الكهرباء قالك لا انت انت هو انا في دي مش هادر اوعدك ايه للك كهرباء ده احنا من هزرش فيه انت دخل على الصيف وبتدي التحرر معك فهيبقى فيه عندك تكيفات فالكهرباء يبقى فيه ضغط زياد فقالك انا هحفظ لك عالكهرباء سليمة نظيفة اصيلة موجودة لغاية اخر يوم في العيد يوم 15 ابريل ما تكلمنش في الكهرباء ساعتين ساعتين يعني هتقطع انا هتقطع انا بقولك مدام احنا بنبادري بدري ساعتين في الصيف في اول الصيف كده يعني في اواخر اه التلاتة واوائل في ابريل وخلاص دخلين يعني في شهر الربيع رسمي يعني في فصل الربيع انا رسمي بقولك احنا لو دخلنا في الصيف الجامده ب40 درجة حرارة ده فانت زيادة انقطاع الكهرباء هيخش في الثلاثة واربع ساعات وشاف انت الراجل انت عالجنبي ده الراجل الطيب ده اللي هو قاعد نوره قطع عنده ده ومشغل كشف شحن ده هيبقى عنده نفس المشهد ده تاني بس عدد اكبر من الساعة ليه يا جماعة لانه كل شيء تغير على الاطلاق باستثناء ادارة هذه البلد فآه اوعدكم بعد العيد مش هيبقى فيه ولا كحك ولا كهرباء